موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وترتيب النادي الاهلي بعد الفوز على مودرن سبورت وعناوين مثيرة رفع الايقاف عن رمضان صبحي وموعد مشاركته مع بيرمتز وبعد رفع الايقاف رمضان صبحي يتوعد الاهلي بطولة الصبر المصري وكل ما تريد معرفته عن النسخة الحالية في البداية ما ننساش نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة بعد ان انتهت مباراة الاهلي ومودرن سبورت والتي اقيمت على استاذ القاهرة والمؤجلة من الجولة 17 لبطولة الدور المصري الممتازة وتقدم الاهلي على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف واقتنص النادي الاهلي النقاط السلاسة وذلك بعد الفوز على مودرن سبورت يحتل النادي الاهلي حاليا المركز الثاني برصيد 63 نقطة بعد 25 مباراة في ترتيب جدول الدور المصري والذي يتصدره بيرمتز بـ 68 نقطة بعد 28 مباراة هناك ثلاث مباريات فارق مؤجلة بين الاهلي وبرمتز وفي حالة فوز النادي الاهلي ان شاء الله في المباريات الثلاث المؤجلة سيكون رصيد النادي الاهلي فارق 4 نقاط عن بيرمتز اما المباراة القادمة وهي ان شاء الله امام فريق بيرمتز في الدور الثاني هذا وقد كشف احمد حسن لاعب منتخب بصرة عن تطورات موقف لاعب بيرمتز رمضان صبحي وكذب عبر فيسبوك خاص وعاجل رفع الايقاف عن رمضان صبحي لاعب بيرمتز واصبح له الحق في المشاركة مع الفريق ابتداء من مباراة الاهلي القادمة وكان لاعب بيرمتز رمضان صبحي يعيش حالة نفسية سيئة بسبب اتهامه بتعاطي المنشطات المحزورة وهو ما تسبب في ايقافه عن اللعب لحين انتهاء التحقيقات واعلان النتيجة من قبل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات كما كشف مصدر داخل النادو عن صدور القرار النهائي في أزمة رمضان صبحي قبل نهاية الاسبوع الحالي بعدما خضع اللاعب لجلستي استماع خلال الفترة الماضية حيث ستخطر لجنة الاستماع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بقرارها والتي بدورها ستخطر المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات وادة هذا وبعد رفع الايقافة عن رمضان صبحي ظهر رد فعل رمضان صبحي نجم فريق برامجز ومنتخب مصر وذلك بعد رفع الايقافة عنه في أزمة المنشطات حيث علق رمضان صبحي بعد قرار عدم الايقافة أو رفع الايقافة عنه وابتداء من مباراة النادي الأهلي سيكون رمضان صبحي حاضر في مباراة الأهلي وقد حرص رمضان صبحي نجم برامجز على نشر صورته عبر حسابه على منصة فيسبوك وكتب عليها الحمد لله دائما وأبدا وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن رفع الايقاف عن رمضان صبحي نجم فريق برامجز بتوصية من اللجنة المصرية للكشف عن المنشطات جاء رفع الايقاف من قبل اللجنة المصرية هذا الخبر تم تداوله خلال اللحظات الماضية حيث تحت عنوان أيضا رمضان صبحي في المستطيل الأخضر مع برامجز أمام الأهلي بعد قرار من لجنة المنشطات هذا العنوان تفاصيل الخبر قد غاب رمضان صبحي عن نادي برامجز من عدة مباريات بسبب قرار من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بعد أن قررت إيقاف رمضان صبحي عن مزاولة كرة القدم لحين انتهاء التحقيقات في ملف العينة التالفة لللاعب أثناء إجراء فحص المنشطات وبالفعل غاب رمضان صبحي عن عدة مباريات أهمها لقاء برامجز مع الأهلي والذي انتهى بانتصار النادي الأهلي بسلاسية مقابل هدفين وأيضا كشفت اللجنة المنظمة لمكافحة المنشطات عن قرار جديد وذلك برفع الإيقاف عن رمضان صبحي والذي كان يمر بأزمة نفسية قوية بسبب غيابه عن الملاعب سيعود من جديد للمشاركة مع فريقه من بوابة مواجهة قوية تجمعه بناديه السابق النادي الأهلي تحت عنوان بطولة الصوبر المصري كل ما تريد معرفته عن النسخة المقبلة هذا ما كشفته الشركة المتحدة للرياضة عن تفاصيل بطولة الصوبر المصري التي من المقرر أن تقام في دولة الإمارات العربية خلال النسخة المقبلة وتم الإعلان عن إقامة بطولة الصوبر المصري القادمة في الإمارات الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر بمشاركة 4 أندية وأصبح يشارك في بطولة الصوبر المصري أربع أندية وهم بطل الدور المصري وبطل الكأس وبطل كأس الرابطة بالإضافة إلى فريق رابع وفقا لاختيار اللجنة المنظمة وقد نجح النادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسل كولر في حصد النقب الأخير في شكله الجديد على حساب سيراميكا كيلو باترا هذا كان هو أول كأس صوبر يسعى إليه أو يتوج به النادي الأهلي أمام سيراميكا كيلو باترا نعود إلى مباراة الأهلي وأيضا ومودرن سبورت والتي انتهت منذ لحظات بهدفين مقابل هدف للنادي الأهلي وحصد النقاط السلاسة بعد أن كان النادي الأهلي متأخرا بهدف عينما بدأ فريق مودرن سبورت بالتهديف في الشوط الأول بداية ثم بعد ذلك تعادل إمام عشور برأسية رائعة ثم باغت بيرسيتاو هدف للنادي الأهلي في الشوط الثاني أصبح رصيد النادي الأهلي 63 نقطة بعد 25 مباراة في جدول الدور المصر الذي يتصدره بيراميس ب68 مباراة من 28 مباراة 68 نقطة من 28 مباراة في المركز الثالث النادي المصري 51 نقطة مودرن سبورت 47 نقطة بعد الخسارة من النادي الأهلي سموحة 45 نقطة وأيضا الزمالك في المركز السادس برصيد 42 نقطة ومعه في نفس الترتيب امبي في المركز السابع زد في المركز الثامن برصيد 41 نقطة ومعه سيراميكا كيلوباتر أيضا 41 نقطة ويتزيل جدول ترتيب الدوري فريق المقاولون العرب 20 نقطة والداخلية 19 نقطة في النهاية أشكركم وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر